25 سنة مرت من التعددية السياسية والإعلامية ومطرقة القاضي لا تزال تلوح في وجه أصحاب الأقلام الحرة لتبقي السلطة رجال مهنة المتاعب تائهين بين ترسانة القوانين الإعلامية والجنائية فرغم أن ثورة أكتوبر 88 أنتج دستوراً تعددياً إلا أن قانون الإعلام لسنة 9900 نص في عدد من مواده ابتداء من المدى 77 على معاقبة الصحفي بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وظل الأمر واقعاً إلى غاية هبوب رياح الربيع العربي أين رفع التجريم عن الصحفي وبقية الغرامات المالية غير المعقولة التي تصل إلى 500 ألف دينار وحتى رفع التجريم عن الصحفي الذي أقره قانون الإعلام 2012 لم يعترف به قانون العقوبات فقد عرفت الساحة الإعلامية إدانة الصحفي محمد شرغاوي رئيس تحريد جريدة الجمهورية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري كما حكم على مرسل جريدة آخر الساعة حمزة سفيان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم ليبقى الصحفي عبد السميع عبد الحي مرسل صحيفة جريدة في الحبس الاحتياطي منذ سنة 2013 واقع يثبت أن حرية التعبير لا تزال محاصرة من قبل السلطة الجزائرية حتى وإن وضعت لها قوانين يقول المتابعون إنها أول من يخرقها